كثير من الإعلاميين الآن يتجهوا للسوشيال ميديا وتوجه أيضاً الإزاعات لإزاعات مرئية ما رأيك في هذا؟ يمكن هذا السؤال زوشقين طبعاً أنا بالنسبة لأن السوشيال ميديا هي في الأساس كانت عبارة عن فحوة تسويقي تواصلي يعني ده الحدف الأساسي بتاعها لما الناس لقيت أن الوصول إلى الإعلام التقليدي ما سهل وللأسف إحنا سبب في الموضوع ده إنه ما سهل وما بنعبر عنه بما يكفي وما بنحلق له الاكتفاء بما يكفي في رسالته فليقوا إنه البدائل الأخرى أسرع وأجود لكن كمان أنا برضو ما بقدر أسميه إعلام أنا ممكن أسميه وسيلة بتاع التسويق لكن ما بقدر أسميه إعلام لأنه الإعلام لابد وراه يكون فيه مؤسسة لابد يكون فيه فكرة نعم طب أستاذة معليش ما قطع لي كلامك بس عشان كلامك جاب لي سؤال مهم جدا ممكن فكرتك وصلت طيب هاد كلامك ده عليه وأكيد آثار ثقافية قيمية وسلوكية للإعلام البديل على المستخدمين بالطبع بالطبع عشان كده نقطة تلك كنت عايزة أذكر لك إنه أنا لما أقول ده إعلام لازم ما وراء الإعلام اللي أنا بقدره يكون فيه زول مسؤول يعني فيه زول بعمل الضابط بتاع الأخلاق ده في زول بعمل الضابط بتاع أنه يا جماعة الكلمة دي لا تستخدم هنا أو في زول ما ينزل الخبر ده لأنه الخبر ده ممكن يعمل هل على المجتمع ما في زول مثلا يقول كلمة نابية للآخر فإنت لما أنا أقول إعلام لازم أتكلم عن مؤسسة هي ذات مدركة بوعي المجتمع مدركة بالأذية الممكنية تتأذية للآخر لذلك إنت ده ممكن تستميه إعلام ده ممكن تستميه أنه ما بسرق بالإسفاف ممكن تستميه تواصل والله يسي شخ عنده مجموعة من الأصدقاء إن شاء الله يصلوا مليون لكن في النهاية هو عايز يقول فحوة أنا محتاجة لما الفحوة دي تمشي لأمي ولا أبوي ولا أخواني لازم أنقحه لأنه هنا أنا ما بقدر أقول والله ده إعلامي وكذلك اشتركوا في القناة